بعد تلقيها واستعبها صدمة السابع من الشهر الماضي شرعت إسرائيل على الفور بالرد على هجوم حماس لكن الصراع بين الطرفين دخل منذ أسبوع مرحلة جديدة تمتاز بالتوغل الحذر والعملية المحدودة وهذا ما وجدت إسرائيل نفسها مجبرة على خوضه في إطار مساعيها لمواجهة خطر حماس وإنهائه يرافق ذلك مواصلة عمليات القصف اليومية التي وصفت بأنها الأعنف والأكثر دموية في تاريخ الصراع بين الجانبين لكن إسرائيل أدركت مؤخرا أن الغارات لا تغني عن الخيار الصعب الذي تتجنبه منذ سنوات وهو الدخول للقطاع بقوات برية بدأت منذ أكثر من أسبوع بالتمهيد لذلك بتوغلات سعت من خلالها لتجنب أكبر قدر من المفاجآت والخسائر وهي تمضي بشكل حتيث للأطباق على غزة وتنفيذ أسلوب فكي الكماشة لفصل شمال القطاع عن جنوبه بالمقابل لم ولن يكون تحقيق هذا الهدف سهلا من الناحية العملية بحسب المتخصصين لأن الكمائنة وعمليات الكر والفر التي يبرع فيها الفلسطينيون أوقعت خسائر كبيرة بالقوات الإسرائيلية حماس من جهتها تفضل جرى إسرائيل لحرب شوارع وأنفاق وخنادق ستكون باهضة الكلفة على جميع المستويات وعلى الرغم من استخدام القوات الإسرائيلية وسائل جديدة مثل الروبوتات والصور الجوية والأشعة تحت الحمراء وحتى الكلاب في المداهمات والدخول في الأنفاق قبل المقاتلين إلا أن تصفية قيادات حماس وإنهاء خطر الحركة بشكل كامل يتطلب وفق توقعات الخبراء أشهر وربما سنتين وهو ما يضع القيادة الإسرائيلية أمام تحدي كبير يتمثل بالقسائر المؤلمة وفقدان مئات أو آلاف الجنود وهي الآن في طور إيجاد سبيل للتوازن بين تحقيق الهدف المنشود والكلفة المتوقعة للحصول عليه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة